ايش رايك ايش رايك ايش رايك ايش رايك استاذ عمر نفتح لهم مجال خمس دقائق دقيقة بس دقيقة شباب او عشر دقائق نشوف كيف هم على الهواء كيف سوالفهم على الهواء كيف هم مرسوا من الرياليتي يا عسنا ابو عشر دقائق بس ونشوف طيب يا شباب نشب عن ساذيصل محمد انهم سابق اذا تبغي فيصل اوكي دقيقة باطيك محمد فرصة دقيقة شباب خلنا نذى الان نص ساعة وبيطلع نتائج التصويت وينتائج الاختبار ونكمل هذا اليوم هو يوم مفروض يكون يوم يعني له ايوه له قيمته ليه لانه يوم لانه يوم الحصاد يوم حصاد مجهودك في الاسبوع عنده فريقك مجهودك في الاسبوع عنده فريقك تحصده اليوم يعني اختبارك دقيقة عبد محسن بس خليتكلم يعني اللي انت عشته الاسبوع اللي راح حلول مزرعة الرياضيات فصة الرياضة اللي انت عشته كامل اليوم تحصده هذا اليوم المفروض يكون يوم احنا اول اذا يمكن السادة محمد يمكن لجيوم ابرايم خلاص القرية كلها متوترة يعني لو تكابل واحد مخيات يقول لليوم ابرايم يقول لك ما فيه خلاص العالم توتر ليه لان فيها نتيجة انتم اشو من شوي ما فيه خروط بس فيه مراكس ايه كذل كنت برنامج ايه عرفت انا انا اوقف يا سادة اى برايم اللي فات قلتك يعني ما يطرعني المسرح لا والله ركوبت يا سادة على الله رحكي كنت في الأخير في الأخير يبقون الفصول كل واحد على الكريسية لا يعني على الأقل بسرعة تسعيزون للأسد والله يسعى الهمر يسعى طيب أكل عبد المحسن دعنا نأخذ اقتراحات من الشباب أنا سأتكلم عن هم مو بيعو الرجل بس أنا توترت و نأخذ أراء الشباب هل أنتم تأيدون تأيد أن الفرق كلها تطلع وقت على النتائج لا لا أو أخذ واحد 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 هل أنت أيد فكر في السؤال هل أنت أيد دقيقة بأخذ واحد واحد من اليمين هل أنت أيد كل واحد يجهز هل أنت أيد أن الفرق كلها تطلع وقت على النتائج ما أقل جاوب أنا يا شباب اسمع السؤال شكره في عديكم بأخذ واحد واحد هل أنت أيد أن الفرق كلها تطلع ولا قبل الإعلان المقدم حق البرايم قبل الإعلان يخبر بالنتائج يعني ويختار الثلاث فرق اللي الأقرب للأول أو يكون الفرق موزعين أو الفرق يكونوا موزعين في المسرح كل جهة الفريق حلو ووقت الإعلان للفريق الفائز هو اللي يحق اللي يطرع المسرح يحتفل طيب فهد ماذا تأهيد في الأخير ما تفرق معك يعني في الأخير يكون الفريق الأحمر مثلا في اليمين حلو الفريق الأزرق في النص الأصفر في اليسار اللي يعلن عنه الأول هو اللي يطرع المسرح يحتفل اللي يطلع المسرح يحتفل في الأخير يكون جالسين اللي يعلن عنه الأول يطرع المسرح يحتفل اللي يعلن عنه الأول يطلع يحق اللي يحتفل عن المسرح الحال اللي يطلع أيوة كلهم يعني الفريق أقصد الفريق الأول يطلع واللي يطلع المسرح نأيد إنه يسيب مشاكل لفقة كاملة ليه أنا كده أنا مفوض كده أنا أنا بتسير تقاك لا وقت الإعلان خالص مثلا خالنا مثلا أفرض أن أعلننا أن الفريق الأصفر الأول خالص فريق الأصفر يطلع المسرح آخر ببناب جنتي يعني آخر البرايم من أنت توقع نصف الفورق كلها في كل البرايمات يعني بس طريقة الأولة ولا طريقة ثانية بس الفائز يطلع المسرح اللي يطلع كل الفرق على المسرح كل الفرق تطلع المسرح لا 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 أنا أعيد كده كل الفرق تطلع خلاص شباب نسمع نسمع عراق وياكم أنا أشأل لو يسير الأفريق زرح أن نوقف لعلمين نصير كل الأفريق يوقفون قدام يعلونون عن المركز الخامس والرابع والثالث وينزلون ويبقى المركز الأول والثاني ويعلونون مركز حلوة فكرة حلوة هذا نفس الطريقة اللي يجبون لا أو نفس طريقته عبد المحسن نفس طريقته عبد المحسن هذا يعلونون عن الأخير ها يعلونون عن الأخير والثالث والأول والرابع والثاني ينزلون اه أنا أشوف عندي أكثر من النقطان لما أشوف أنه أول واحد يطلع من الكرسي يعني هو الأقرب للفاز لأنه كذا رح يحرق و رح ينطف الحماس و رح نعرف مين اللي فايز وثاني شيء أشوف أنه الساد عمر سوه شي مرة غلط أنه قال كم نقطة الفايز قال الأحمر ثلاثمية ثلاثة ومدري كم نقطة أنتظر أنتظر بتكلم قال ثلاثة ومدري كم نقطة فخلاص نبي يعني على طول كذا الفريق الأحمر مو يقول نقاطهم لأننا كده إحنا بنحفظ النقاط يعني زي كذلك و أنا أشوف أنه يقعدون على الكراسي والفريق اللي فاز يطلع يحتفل و أنا أشوف أنه يقولون كل المراكز يعني تقصد مو يخلون الباكي في الساشة الميديا يعني تقصد أنك بعد ما يعلن الأول تطلع نتائج الفرق على الشاشة اي أو أنه يقول هاللي بعد ما يعلنون اي يعني يقولون الأول والثاني والثالث الليل الأخير نفتح مايكك يا أبو علي شوي إلا بس أنت أنت سويت شي غلط يوم قتل أنه ثلاثة ومدري كم نقطة أحسن طف الحماص خلاص عرفنا أنه الأحمر حسن المركز الأول بالنقاط كان الفريق الأخضر لكن التصويت فرق مع الفريق الأحمر في النقاط ما كانت كان الحمر الثاني بكمل أكمل أنا يساد أنت الحين أنت لو قلت النقاط بدون التصويت والتصويت اجمعهم بنعرف لا تعطي نقاط يعني يقصدون الشباب يا شباب نسمع سلامات فواز رايد نسمع يا شباب نسمع كل واحد رأي ومهم وترى رأيك ومأخوذ بعين الاعتبار لا تسمن يعني أن نسؤال بكذا كل واحد رأي مهم بنطلع بخلاصة حلوة نحن نتشارك الرأي كلنا دايم لا اقتراحي يكون أول ثلاث مراكز يطلعون المسرح عشان ما يصير شوشرة طيب يستغلص الطريقة قبل الأخيرة ايه تضل أنه الثلاث مراكز تطلع والمراكز الثانية يعني ما نقولها أما الثلاث مراكز هذي رح يعني بس ما رح نقول لهذا مراكز التسويت يعني ما رح نقول حق التسويت نقول نقاطها العادية أما التسويت نقوله بالسوشال ميديا طيب كيف نعلن الأول بنعلن الأول نعلنه كذا يعني بنقاطها العادية بدون التسويت نقاط التفصيلية تطلع في السوشال ميديا أوكي نعم 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 طيب صحيب 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 رأيك في البراهم أعطني رأيك ماذا كنت ناظر أنت رأيك صحيب ما قال فواسي بنعلن الأول والثالث والأخير والثاني والرابع يستريحون في السوشال ميديا وفي السوشال ميديا ماكز الأول يطلعوا الواحد قصك أن يجلسون في المسرح نعلع الأول هو اللي يطلع التو لا 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 المكز الأول يطلعوا الواحد والثاني يطلع ثاني واحد والثالث ثالث واحد تفضل ساد يكون يعني كل يا شباب الكل واحد مثل ما أنت تبغى الناس يسمعون رأيك إذا تكلم خويك من الاحترام أنك تسمع رأيه هو رجل له كيانه وله قيمته وله رأيه أنت يوم جاء وقت جاء السرع عليك وجاء دورك تبغى العالم كله تسمع لك صح؟ مثل ما تحب لنفسك حب لأخوك أن الناس يسمعون له صح؟ فضل سأنا نشوف كل أفريق تكون جالسة ويذا علنوا المركز الأول المركز الأول هو اللي يطلع ويحتفل عدب المسرح ها تقصدين نفس الاقتراح الشباب الأول أن يلقلون في المسرح ويحتفلون عدب المسرح يعني أنت قصدك أن يكون شكل الكراسي فريق في الجهة هذه فريق في الجهة هذه وفريق في الجهة هذه كل فريق مع بعض إذا أعلنوا عنه فريق الأول يقول تفضل ويتتوجون يطلع الأول ويحتفل بالمسرح الثاني نبدأ من الإعلان نبدأ من الأخير يجلس الرابع والثالث يجلسون الثاني والأول يحتفلون الثاني والأول يطلعونهم على المسرح أنا قطرحي أستاذ أنه الأول والثاني والثالث والأخير هؤلاء يطلعون والرابع قد الحالة؟ لا وكمان شي اسمي أستاذة والداء التصويتات ما تطلع بالبرايم تطلع بالشاكل أنت شكلنا على المسرح كيف توقع يكون؟ شكلا على المسرح يكون كذا فريقين يطلعون بس هذا فريقين يحتفلون بعد أن يرجعون فريقين يرجعون يحتفلون لا هو الأول اللي يحق له أنا أشوف الحق له الأول والثاني هما يحتفلون يا رايك الموضوع أن كلنا نطلع عشان عائل ماين النطلع أن قünde تنمي لا 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 لا، لا يحتاج، لا يحتاج، نحن الآن نتعلم أنك مثل ما أنت تبغى الناس تسمع رأيك أعطى الناس حقها وقدرها أنه قاعد يقول رأيك أنا أولا اقتراحي ما حدت معاه إلا كلهم شوك وزعل صح؟ إي وزعل لماذا تفعل نفس الحركة؟ ما سويتها إلا قاعدت شوالف أخيك يقول رأيك تفضل، يلا رأيك يلا بنت معاه في موضوع كل نارج، يعني ما نغير شيء موضوع قديم نفس الأول بدر سلطان يجب أن يظهرون أول شيء الأول والأخير، بعدين تعلنون من الأول والأخير بالمسرح ومن ثلاثة هل أنتم جميع المعارضين على أن الدرجات لا تعلن؟ دقائق، دقائق بنسمع، بنسمع، بنسمع بنسمع عشان استعيد كلنا أنتم الآن معارضين هل أنت معارض؟ هذا السؤال جهز إجابتك بنسمع كلنا هل أنت معارض على أن الدرجات تعلن فهد يا عمر معه نتقدر أنا معكم أنا بس مع الشباب يعني أنا أقول الدرجات ودينا توضح يعني بعض الدرجات ما في مشكلة درجات الاختبار بالذات هي مهمة أنها تعلن أكيد ودرجة المشرف اللي جمعها في الأسبوع هذه تعلن أكيد لكن درجات الكم الأسبوع كامل والتفاعلي وكذا والتصويت هشفنا ما تعلن إلا في السوشال ميديا يعني درجات الاختبار يعني تعلن اللون وخلاص بس وتعلن المركز الأول المركز لا إعلان أي شيء أشال إثارة ولكن مهم جدا المركز الأخير أنه يعلن حتى أنه يدخل الأسبوع الجاي بسألة هاي أكيد فهد أنا أقول نسمع يا شباب الدرجات يعني مو كلها في الدرجات المهمة يعني ما تعلن بس الدرجات يعني مثال زي زي الاختبارات وش تبغى يعلن أنت عشان تكون ديركت اللي تحبه يعلن بس درجات الاختبار والمشرف فقط لا بقى شسمع حقة الأسبوع بعد حقة الأسبوع التصويت لا يعني تطلع مشاهد أسبوعنا كامل خلي التقرير نحن تشتبغى يعلن يعلن نفس السادة عمر اللي هي درجات المشرف والاختبار بقى ايوه أنا أقول أن اللي أنت تحبه يعلن عشان تقول ما يفقد البرايمي ثارته لا بس تقول الأول على طول بدون أي إعلان ولا درجات تعليم لا تقول الدرجات ولا شيء لا لا بس قول المراكز قول المراكز يعني تبدأ من الأخير بس الدرجات ما تعرضها إلا في السوشال ميديا أو أي محمد أفضل أن بعد ما يقولون الفريق الأول والأخير يقولون درجاتهم الجميع كم حقق وكم حقق أنا أراف يعني يقولون المراكز والنقاط في السوشال ميديا بس بس ما يعلن أي شيء على المسرع لا يعلن عن النقاط ألا أي شيء بس حتى الدرجات اختبار حتى الدرجات الاسبوع حتى درجات الاسبوع جنتي البرايم سرعة نحن نصفكم نقول الأول كذا وخلا نزوق أستاذ أنا هذه كمرة عدت لبس عرفت قبل أن تقولون المراكز لماذا الحين تعجبني هذه اللفتة مهمة يعني هو يقول أنا قاعد أقول رائي بناء على شيء شفته مو بناء على على تخمين فهذه اللفتة مهمة الواحدة الذي يفدي رائه في أي موضوع بشكل عام لازم يكون مطلع الموضوع الذي يتكلم به لأنك أنت إذا تكلمت أي شيء وأنت مطلع عليه يطرع شكك مو بحلو وشيء كويس أنه يراجع إزبك بحلو شيء أنك تراجع بذل تراجع النفسك أنت والأخويات وتعرف الملاحظات أنا أفضل أنه يساد نقاط الإدمالية كلها حقا الأسبوع والتصويت لأن التصويت ما تعلن ولا تعلن ما تعلن مرة بعد ما يقولون المراكز يقولون النقاط اللي كذا كذا يجمعونها مع بعض على طول ويقولون تراند كذا فسل يعني تقصد يعلن الأول ثم يقول كان الفريق الأول حقك كذا فريق الثاني حقك كذا فريق الثالث حقك كذا هي أصلا النقاط العادية بدون التصويت لازم تجمل حقا التصويت صحيح فإني ساد لو هذا كان ثلاثة ثلاثة وهذا ألف خاص عرفت واضحة واضح من الأول التصويت والنقاط الإجمالية ما تحضر وتقول الخامس الرابح تعلن الأسماء بعدين تعلن الدرجة من الخامس للثالث والأول والثاني وبعدين تطلع الدرجات كل فريق أيوة أحلى سعود أنا أرى يعلن المراكز يعلن الدرجات ما تريد أن يعلن من الدرجات الذي أنت تريد أن يعلن تشعر أنه لا يؤثر على شكل إثارة البراين أنه يظهرون الطلاب ثم أن يعلن لا أقصد أفهم سؤالي أقصد ما تريد أن يعلن من الدرجات يعلن كل شيء كل شيء يقول هو إذا أعلنته بعدها لا لا أقصد قبل أفرض أننا ما أعلننا الفريق الأول يعني مثلا ما يأثر مثل عمر يقول السيد عمر يقول أن درجات الاختبار ودرجات المشرف لا تستطيع تحدد منه الأول إذا قلناها فهذه لا تعطي تعطي إثارة تعطي شكل حلو أنك تفرح الذي جاب الدرجات العالية لكنها لا تعطي أنك تحدد الأول منه صح؟ فهذه عادي لا يوجد مشكلة يعلنها صح؟ أنا نرى كل الدرجات حق المشرفين حق المشرف حق النقاط تجمع عدد واحد وهم من يقولونها يعني أنت مع عبد المحسن يعلن الأول بعدين تعلن الدرجات فواز هذا أنا ضد شفت كيف يوم نسمع بعض نأخذ رأي واحد يفهم كل واحد يفهم في مكرة الثاني تقدر ترد بعقل ترحلو الاستماع ترضى أنا ضد أنهم يعلمون كل الدرجات لأفريقيا كلها عشان مثلا وطلع هذا الأخير هذول يجيون عيرون ومدرسة فهي يعلن الأول وقط نعم الأول بس بس إيش إيش الدرجة نعم لكن يجب أن يعلن الأخير يا فواز لماذا؟ لأنه يبدأ الأسبوع بسالب 25 نعم الأخير يقول لك لماذا أضعني الأخير كم أعطيت أنا؟ يجب أن تعلنها طيب بلعكس حافظ لا شوف يا شباب لكي كلام فواز جميل هو يقصد على اللي صار بعد البراين يا شباب اللي بيأخذ الأول من الآن أو بيأخذ الأخير من الآن المنافسة من تحت هذا حطه في بالك ثاني شي ترك أنت لو أخذت الأسبوع هذا الأول ترى من معناها أنك أنت الأول في البرنامج وبعدين من فروسية الفوز من فروسية الفوز أنك تقول للي بعدك هارد لك أنت قادر تعود ترك إذا قلتها كذا أنت ترك تعطيه حافز أكثر حركات أنك والله خذناها غصب والله مدري إيش وإذا طرى فيه أسبوع الجاي ممكن بتصير عليك ممكن يجي الفريق ذي اللي أنت تكلمت عليه هو بيأخذ الأول بيردها لك دبل فأنت قاعد تدفع ضريبة أنك تسوي الحركات ذي ولكن أنت ما تدري بالعكس أنك احتفل بينك وبين فريقك قل للفريق الباقي أنتوا قادرين تعوضون وإحنا تشدين حيننا أنتوا ما قصرتوا قادرين توصرون وما انتهت المنافسة مهما كانت النتيجة لا باقي رايد بعدين من ابن نصر رايد تظر أنا أرى ما يعلنون الدرجات بعدين الفائز لأنه أكيد أنه فيه شخص بيحسب وبينتج مين الأول وبينتج مين الثاني والثالث يعني يعني يعلمون للمشهد بعدين الفائز بعدين النقاط بعدين خلاص يحتفل الأول اللي يعلن وش تبغى يعلن يعني أول شيء المشهد ثاني شيء المشهد يعني حق الأسبوع كله خلي التقرير خلي طريقة إبرايم نحن تبغى وش اللي يعلن من الدرجات اللي تبغاه يعلن ما يأثر كل الدرجات تؤعلن بعد ما يعلنون كل الفائز المركز الأول والثاني يعني نفس الشباب نفس عبد المحسن يعلنون نفس عبد المحسن توافق عبد المحسن يعني ما عاد التصويت والدرجات النهائية لا أنا ليس نفسه يعني أنت يعلن عائدي بس التوتل ما يعلنون التوتل النقاط العادية يبدونوا التصويت والتصويت من حاله وضحت فكرة يعني أنا أشوف طب ما كملت هنا قطعني عبد المحسن يعني يعلنون الأول بعدين الثاني بعدين الثالث والراثل والخامس ممتاز بعدين يقولون النقاط يعني الأول يحتفل والثاني يحتفل كلهم يحتفل بعدين يعلنون النقاط كلها يا شباب نطلع الآن نفاصل ونتوجه المسرح وأقول لكم شيء أن ندي على أحد يعني أشد صراعها فالفرق نقطتين ثلاث بين كل فريق نفواصل ونروح للمسرح لا بيطلعوا نفاصل عشب رح فضل شكرا اشتركوا في القناة